اشتركوا في القناة 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 خمس حروف هي هي نفس الموضوح هي هي نفس الموضوح هتبتدي تداري الكلمة وتبتدي تكتبها له في وراء بيضة حرف حرفه هو يعمل اتصال بين الحروف ويبتدي يقراها بمنتهى سهولة ويوامي ومنعي ومنعك ويوامي ووي ووجدي ووجدي في فعي فعدي فعدلي فعدلك اي اي افي افاكي 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 سي افاكي سي بي تمام؟ اهم حيكة تثبت الزمن هو دلوقتي ابتدى يقرأ مفيش املة قلنا يبتدى يقرأ من من اربع حروف وخمس حروف ويجي وقت الاملاء هتمال له مثلا كلمة وماكارو طبعا احنا قلنا هتقطعي له الاول بايدك عشان يعرف المقاطع قم مقطع او قم حرف وبعدين هتشيل ايدك ويبتدي هو استجع عشان يقدر يستهجع تمام? هتقول له واماكرا 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 تمام? هنشوف واماكرا ازاي اهي واما واماكا واماكرا في اطفال بقى ما بتبقاش عارفة امتى تعمل مثلا عارف مثلا السين فاتح ايده وامتى يبقى في ايده مثلا كلمة سامع سا ساماع ساماع امتى يا ماما هخلي العين جي افلاق ديها وامتى هخليها فتحة ديها عشان الطفل يبتدي يتمكن من حتة دي لان انا شفت اطفال يامة بتبتدي تسأل يا طرى انا هخلي الحرفارف فاتح ايده ولا اهو في ايده فانت تبتدي تقولله الحرف الاولاني او الحروف الاولانية دي بتبقى فتحة دي عشان لها صحاب زي مثلا كلمة ح حاما فتح ايده وفتح ايده حاما بي ماشي الحرف اللي بيجي في الاخر بيبقى في الايده او حرف عادي شكله عادي شكله زي ما احنا خدناه في الاول الحروف خالص تمام زي ما احنا خدناه في اول الحروف خالص زي مسلا كلمة كاسبة ادي فتحة ديها هي كاسة ادي السين فتحة ديها لسه ليه صحاب ليك صاحب او افتح ايدك ليك صاحب او انت لك صاحب يا با؟ لا خلاص يبقى في الايدك يبقى بقى حرف عادي خلاص في انت يتقولي له الحروف الاولانية لها صحاب فتحق دي اللي بيجي في الاخر ليه صحاب لا تبقى خلاص يقفل ايده تمام هي دي هتبقى طريقة الاملة مع التقطيع اول ما بيبتدي يتمكن طبعا انت بتشيله الصوابع وخلاص بتبتدي تقوليه بس هو اللي هيبتدي يستهجه اهم حاجة هو اللي يستهجه وهو بيتملى مش انت اللي هتبتدي تستهجيله وبعدها هنخش على المرحلة التانية ويلا بينا نشوف المرحلة اللي بعد كده اللي بعد كده زي ما انتم شايفين هتبقى مرحلة الجمل هو خلاص دلوقت الحمد لله ابتدى يكتب ويتملى كلمة من خمس حروف واربع حروف بعدها هنخش على الجمل بقى الجمل هي هي نفس الكلمات اللي كنا بندهاله بس احنا بنزود كلمتين جنب بعض كلمتين جنب بعض ممكن تعمليها بطريقة الوصل زي ما قلنا هعملكوا واحدة برضو انت بتبقي عرفها وبتكتبيها بفرق ابيضة هو بيبتدي يستهجه خلاص تمام هو كده ابتدى ان هو يقرأ جملة من كلمتين هتدي له برضو كزا جملة كزا جملة ويبتدي ان هو يقراها ويشبك الحروف ويبتدي الموضوع يبقى صعب شوية بس مرة على مرة يبتدي يشبك يخلي كلمتين جنب بعض يخلي كلمتين جنب بعض تمام كلمة جملة تانية تمام بعدها هتقدر تديله الجمل السلسية الجمل السلسية هي هي نفس الموضوع بس بتزودي كمان كلمة زي رقعه رقعه فرفعه فسجده تمام كده قرأه وكتبه فنجحه زرعه فحصده وجمعه يبتدي يستهجه وانت كمان لازم توريله طريقة الاستهجاء ازاي طبعا طريقة الوصل اللي احنا بنقولها دي بتعلم الطفل ايه بتعلم الطفل ان هو يبتدي يستهجه عشان لما يبتدي يتملى يبتدي يقطع الكلمة ويبتدي يستهجه حرف حرف مش هنجيله الكلمة كده مرة واحدة يقوله خد اكتبها لا اما لسه مش عارف فعشان خاطر كده لازم ان هو يبتدي يقطعها الاول يلا بينا نشوفه التمارين اللي هتمكنه من ايه من موضوع الاملة اكتر يلا بينا نشوفه التمارين التمارين الاولاني هو حلل مقاطع او قطع الحروف انا مسميها ايه لما تيجي تتعاملي مع طفله قطع قطع الحروف اللي قدامك ديه بس اهم حاجة قبل ما يقطع خليه يقرأ الكلمة سواء كانت ثلاثية او ربعية او خمسية تمام بس بتبقى كلمة تمام اه هو عيبتدي يقرأ سا كنا سا كنا اما حاجة يزبط الزمن ويبتدي يقول الكلمة على طول سا كنا سا كنا هيبتدي حضرتك اعملي له دواير حسب عدد الحروف اللي قدامه هيبتدي يقطع اهو سا سا ودي الكافة ايه هتتحط هنا ايه سا كنا تمام بعدها وشا كرا طبعا دي من اربع حروف خلاص يبقى من اربع حروف وشا كا رو تمام كده طيب ها عبا سا هيبتدي قطع برضو عبا سا تمام كده خلاص انت كده عملت التقطع صح بعدها هيجي ادمج ادمج انا عطية حاجات متقطع وانت يا حبيبي هت ايه هتبتدي تجمع الحروف او هتعمل اتصال بينهم علشان خاطر تكتبها هيبتدي يبص كده شا كا شا كا رو ويبتدي يكتبها هنا في الايه في النقط شا شا كا رو ويبتدي يحط الفتحات بتاعته نفس الكلمة سا جا دي خلاص انا مقطعه له سا جا دي لو تمكن من موضوع الدمج دوه هتبتدي تصعبه له شوية وتبتدي تجيله بقى الحروف وهي باشكالها الطبيعية ولا فتحة ديها ولا افلق ديها زي ما انا عاملة فوق كده هنا الكلمة احادي طيب هنا بقى حيبتدي التفلي يقولك تب انا خط الحق كده ازاي لا يا حبيبي طب ما انت خلاص بقى انت عرفتها تكتبها هو خلاص ابتدي يعرفها هييعرف ان الالف محدش بيبتدي يعمل اتصال من ناحية دي خلاص ويبتدي ان الحق تتخير شكلها وتبقى فتحة ديها ليه عشان ديها صاحب لسه هيمسك ايه فق ديها وهو حرف الدال ويبتدي يحط الخروف بعدها عابة سا ادي العينة هي شكلها عادي العينة شكلها عادي فهتبقى عاملة ازاي عابة عابة سا خلاص تمام كده يبقى هو تمكن من موضوع ان هو يقطع الكلمة وموضوع ان هو يدمج ويكون كلمة وكده انتهت مرحلة الفتح وان شاء الله مع التمرينات الكتير ابنك هيبتدي ان هو يتشطر جدا في وقته صير جدا من خلال ان هو يبتدي يعرف الحركات بالضبط ان شاء الله باذن الله هنكمل مع حركة الكسر بس لو عجبكم الفيت نيو بالله عليكم ما تنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو عشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة